الأعلام طبعا مدير الرياضي لنادي البنك الأهلي خلونا سيحا كده نكمل بهت أخبارنا النهاردة أقول لحضراتكم كمان فيه تفاصيل الخاصة بموقف المصابين داخل النادي الأهلي ويقول لها حيغيب بدايتها طبعا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق حيغيب عن مباراة امبي بعدما تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي وهي عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية والجهاز الطبي رفض بكاد طبعا أحمد أبو عبل المجاسفة بالدفع بمحمد الشناوي وصرح المظر بجهاز أن اللعب سيكون جاهز لنهاية بطول الدورة أبطال أفريقيا إن شاء الله مقرر لها 30 ماهي والجاري وبيحرس الجالفة أنه طبعا على مال حراحة سلبية لللاعب الفترة الحلامعة التأهيل الجيد ويرفض المغامرة بمشاركته في هذه المباراة كمان حياسم الجهاز الطبي لنادي الأهلي طبعا ليه المال حيخضع طبعا المالي أليو دينج لعب وسط الفريق موقفه النهائي داخل قائمة المباراة الفريق اللي حيواجه أم بيوم السبت القدم أيضا في المباراة المؤجلة المسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورة وبناء العلي هيتحدد موقفه النهائي عن المشاركة في هذه المباراة من عدمه وخضع طبعا إليو دينج لبنمج علاج الطبيع والتأهيل بعد تعرضه للإصابة في الرجب خلال مشاركته في المباراة العودة أمامه فاقسطيف في الجزائر من نصف نهائي دورة أبطال أفريقيا أما بالنسبة لعمر السلية كمان مسألة اللحاق أيضا مباراة أمي ولا لا هيبقى يوم السبت طبعا فيه اختبارات ليه غاب طبعا الفريق طريبا يعني أكتر من مباراة في المرحلة الأخيرة منه المباراة العودة فيه فاقسطيف موقفه الدورة أبطال أفريقيا وأيضا مباراة البنك الأهل وبيعاني عمر السلية زي ما احنا عارفين بالإصابة بشد فيها العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة طلاق على الجيش ضمن المنفسات الجولة السادسة عشر من الدوري وقطع السلية شهود كبير جدا فيه برنامج التأهيل ومن المقارنة تحدد موقف السلية من مباراة أمي بخلال مرحلة الفريق بخرا إن شاء الله إنه حيكمل وحيبقى فيه القايمة المشاركة في مباراة أمي بي ترجمة نانسي قنقر